في فرنسا حيث عقد رئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون اجتماعا حكومية بعد يوم من وقوع اجتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ذوي السطرة الصفراء في باريس هذا وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ داعيان المحتجين السلميين إلى التفاوض كما طلب ماكرون من رئيس الوزراء إدوارد فليب بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد لسيما في العاصمة الفرنسية باريس